تزامناً وعيد الأضحى المبارك دعت وزارة الصحة والسكان وإصاحة المستشفيات في بيان لها المواطنين لضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعد الاحتياطات لتفادي أي خطر للعدوى لا سيما الكيس المائي وفي هذا الشأن حثت الوزارة على أخذ كل الترتيبات لفحص الأضحية بعد ذبحها من طرف الطبيب البيطارية مشيرة إلى أنه في حالة عدم التبكن من إجراء هذا الفحص يجب الفحص الجيد لأعضاء الأضحية الكبد والرئتين والأحشاء الأخرى بحثاً عن الأكياس أو الحويصلات وكذا عدم ربيع الأعضاء والأحشاء المشبوهة للكلاب كونها تشكل خزاناً للطفيليات مع ضرورة غسل أيدي قبل الأكل وبعد لمس الكلاب ويعتبر الكيس المائي أو يرقة الدودة الوحيدة مرض طفيلي معدي يتميز بتطوره عند الإنسان على مستوى الكبد أو الرئة في أغلب الأحيان ويعد مشكلة للصحة العومية إذ أنه مرض لا تظهر أعراضه في بدايته وغالباً ما لا يتم تشخيصه إلا في مرحلة التعقيدات وظهور الكيس في الأعضاء مما يستدعي عملية جراحية غالباً ما تكون ثقيلة ومعقدة